بسم الله الرحمن الرحيم لدينا سؤال لطيف من أحد الإخوة الفضلاء من الحبشة من أثيوبيا يقول جزاكم الله شيخنا وحفظكم الله من كل يسوء ومكروه عندي سؤال بسيط لو تكرمتم وأنا أثيوبي حبشي عايش في بلاد الغرب واجه كثير من الانتقادات بسبب سد النهضة الذي يقام في الحبشة كما لا يخفى عليكم وبين أثيوبيا ومصر والسودان عدم تفاهم والاتفاق وبعض العرب يجعل قضية دينا ويلوم إثيوبيا أليس لإثيوبيا حق استعمال الماء هل ما تفعله إثيوبيا يناقض الدين ونحن المسلمون ندافع عن بلادنا فماذا ترون والسؤال يعني محرد جدا إذا أرضينا الحبشة ستغضب مصر وإذا أرضينا مصر ستغضب الحبشة وإذا أرضينا كليهما تبقى علينا السودان غاضبة يا أخي القواعد الناظمة لهذا الباب عديدة إذا أردنا تحكيم مرجعية الشرع أما إذا لم تحكموا مرجعية الشرع فليس لكم أن تعودوا إلينا إذا كنتم تحكمون أشياء غير الشريعة فعودوا إليها ونحن نمنع من ذلك الله تعالى هو الذي يحكم بيننا عند النزاع ما الذي يحكم في هذا الباب إثيوبيا بلد يعني مسلم ليس مئة بالمئة ولكن يعني فيه نسبة كبيرة جدا من المسلمين وهو حاضرة الإسلام الأولى في الهجرة يعني بعد مكة أول من استقبل المسلمين إثيوبيا وهذا بلد عريق في الإسلام وشعبه بطيبون وفيهم خير كبير جماعة الحبشة مصر والسودان كلاهم أيضا بلاد مسلمة وهذه المشكلة مصر والسودان عصبوا حياتها وشريان حياتها الأول هو النيل فإذا ذهب النيل لم يبقى حياة في هذه البلاد طيب وأثيوبيا أليس لها أن تستثمر هذا النهر وهو في أراضيها الحقيقة في مثل هذه الأشياء هناك قواعد عديدة ناظمة لهذا الأمر القاعدة الأولى تقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر لا نسمح بالضرر لا لأثيوبيا ولا لغيرها ولا الضرار يعني لا نسمح بالضرار أن تضر أثيوبيا باقي المسلمين فليس لها أن يعني تتسبب في عدم الحياة في بلاد مسلمة وهذا الأمر ربما يؤدي إلى حرب ونحن لا نريد الضرر لأحد يعني هل تعتقدون إذا عاطش أهل مصر والسودان هل سيسكتون ستقوم القيامة ونحن لا نريد لهذا الأمر أن يكون وهناك أيدي بلا شك من الكفار تحاول زرع الفتنة في هذه البلاد إذن أولا الضرر والضرار ممنوع عن كل بلد مسلم ثانيا ليس لبلد من هذه البلاد أن يستأثر بحصة تؤذي البقية إذ القاعدة في هذا الباب الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار وهذا من الماء الذي خلقه الله تعالى وهو يجري في هذا الوادي قبل أن يخلق الله أثيوبيا يعني البشر وقبل أن يخلق المصريين وقبل أن يخلق السودانيين فالأصل بقاء ما كان على ما كان طيب بقاء ما كان على ما كان سيؤدي إلى ضرر ببلد من بلدان فلا بدنا من التفاهم لا يوجد حل آخر إلا واحد من اثنين إما التفاهم على طاولة المفاوضات وهذا الذي يفعلونه وإما السلاح والحرب ونحن لا ندل الحرب ولا السلاح القضية ليست قضية دينية إذا كان هناك تيار ديني معين يحاول أن يؤذي فهذا الله تعالى حسيبه ليس لهم حل إلا التفاهم وهناك أطراف تلعب في الخفاء منها إسرائيل تحاول أن يعني تؤذي هذه البلاد الإسلامية لأنها تشغلها لأنها ستنشغل بنفسها وبالماء وتترك يعني القضية قضية المسلمين الكبرى لذلك يا أخي مصر أهلنا والسودان أهلنا والحبش أيضا أهلنا ونرى أن لا حل وهم يرون ذلك الحقيقة كل عاقل في الدنيا يعلم أنه لا يوجد حل لهذه القضية إلا الجلوس الهادئ ونحن لا نتحذب ولا نتخندق ولا نتمنى أن يحصل قتال في هذه المنطقة لأنها منطقة مسلمة وفيها خير كبير ويعني أهلها طيبون ونسأل الله تعالى أن يعني يرفع عنهم البلاء وأن يزيل عنهم الاختلاف والاحتقان إنه سميع قريب مجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العنين العظيم